اشتركوا في القناة ادري هيبورن للاطفال ليمنح المصلحة حق الطبع لكنه رفض هذا محتجا بان الصورة قد عدلت عن الصورة الاصلية اذ تخالف الصورة الممثلة كما ظهرت في دور هولي جولايتلي في فيلم افطار في تيفاني وهي تحمل نظارة واقترح استخدام الصورة الاصلية من الفيلم الا ان مصلحة البريد تخلت عن هذه الفكرة وامرت باطلاف ما طبعته الطوابع كانت صدرت كجزء من سلسلة لتكريم نجوم السينما الكلاسيكية بعد المزاد اعرب فرر عن سروره لان بيع هذه السلسلة من الطوابع لفت الانتباه على الاطفال المحتاجين لكنه تمنى لو ان السعر كان اعلى اشعر بسحر رائع لان شيئا يتعلق بوالدة ركز الانظار على محنة الاطفال في العالم اعتقد ان الناس يتذكرون اودري هيبورن النصيرة الانسانية اولا والممثلة البارعة ثانيا وليس العكس كلنا في العائلة نشعر بالفخر بيعت في المزاد ايضا اشياء اخرى للممثلة الاسطورة مثل خفاي بالي باثنى عشر الف دولار وصورة للممثلة اودري هيبورن كانت سفيرة لمنظمة اليونسيف من عام ثمانية وثمانين وحتى قبيل وفاتها بسرطان القولون في عام ثلاثة تسعين زهير دراكي بي بي سي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة